القبض مرة أخرى على سماء المصري تنفيذ عقوبة جديدة تفاصيل وإيه الحكاية؟ هقول لكم دلوقتي التفاصيل الكاملة كشف المحامي أشرف ناجي محامي الفنانة سماء المصري عن تفاصيل القبض عليها والتحفظ عليها بتهم التنفيذ حكم قضائي بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه وأضاف ناجي محامي سماء تصريحات خاصة أن النيابة العامة استأنفت على حكم حبس الفنانة سماء المصري سنة بتهمة التحريض على الفسك والفجور والظهور في مقاطع مخلة على صفحتها الشخصية بالمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وأن محكمة النقد قدت بزيادة العقوبة على سماء المصري بالحبس سنتين وغرامة 400 ألف جنيه بدل من سنة وغرامة 300 ألف جنيه بتريح 11 نوفمبر الماضي وبهذا تصبح سماء المصري مطالبة بتنفيذ سنة حبس إضافية عن المدة اللي قادتها وهي سنتين تم طبعاً الإفراج عنها منذ عدة أسابيع زي ما أنا كنت أعلم في فيديو سابق لكن هتحكم التحبس ثاني سنة وكذلك تدفع 100 ألف جنيه تعويض كان المحامي أشرف نهي صرح بالقبض على مواكلته الفنانة سمن مصري أثناء إنهاء الأوراق الخاصة بغرامات الأحكام بنيابة الشؤون المالية والتجارية إذ بالكشف على بطاقتها الشخصية تبين سدور حكم بالحبس السنة فألقى القبض عليها والجديد بالذكر أن سمن مصري تم اتهمها في 23 قضية حصلت على البراءة في 20 قضية من بينها أضايا مرتدة منصول وابنته والاتنازل عنها كما حصلت على البراءة في قضية سب إعلامية حصلت على الحكم النهائي بالحبس للتشهور في قضية سب ذات الإعلامية والحكم الحبس سنتين بتهم التحريض على الفسك والفجور وسنة في قضية أخرى بالتحريض على الفسك والفجور أيضاً وهي القضية التي سؤنيفت عليها النيابة العامة اشتركوا في القناة